صديق العزيز وزير الأوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية أرحب بكم في زيارتكم اليوم إلى القاهرة التي تأتي في إطار موصلة التعاون والتنسيق بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية فرنسا على دوق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدول الثلاثة لتحقيق الاستقرار في المنطقة فتم التباحث اليوم مع الوزيرين الفرنسي والأردني حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترق وفي مقدمتها بالتأكيد التطورات الخاصة بالخضية الفلسطينية والحرب الجارية في قطاع غزة حيث أكدنا أن قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من 32 ألف مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء وبعد أن تم تدمير البنية التحتية بالكامل بالقطاع نولت المباحثات مع الجانبين الفرنسي والأردني أهمية تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار وتعزيز النفاذ الإنساني لقطاع غزة دون عراقيل ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وتحدثنا عن أهمية تبني إطار سياسي شامل لعملية السلام بين الجانبين وفقا لحل الدولتين ما يحدث في غزة الآن هو إنعكاس لتجاهل معاناة الفلسطينيين على مر عقود تم تطارق أيضا إلى خطورة إخدام إسرائيل علشان عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية والعواقب الوخيمة التي ستنتج عنها وتشاركنا مع الجانبين الفرنسي والأردني في التحذير من مغبة الإخدام على تلك العملية على ضوء اختزاز المدينة بأكثر من وقت بذلك النساء والأطفال وتؤكد مصر في هذا السياق مجددا رفضها القاطع وأؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي سبيل من الوضع في اخطاع غزة أصبح يطرح تساؤلات عديدة حول مفهوم حقوق الإنسان فلا زال المجتمع الدولي يتعامل بمعايير غير منصفة مع حقوق الشعب الفلسطيني وينطبق ذلك أيضا فيما يتعلق بأهمية التعامل مع قضية الأنروا وضرورة توفير الموارد اللازمة لتطلع المنظمة بدورها الحيوي لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني وأخيرا بوثمن كثيرا ما أسفرت عنه هذه المباحثات من وضوح في رؤانا إذا الأهمية أن يكون هناك تعامل مع القضايا الحلة لأهميتها لأثرها على ليس فقط شعب الفلسطيني الذي يعاني ووصل إلى درجة خطيرة غير مصبوخة من احتمال أن يعم الجوع ويتأثر الاثنين ونص أكثر من اثنين مليون فلسطيني بمجاعة حقيقية وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي هذه الفردية ويعمل على تجنبها ولكن من ناحية أخرى قضية وقف اطلاق النار ودخول المساعدات وعدم النزوح قضايا حالة ولكن أيضا لا بد أن نتعامل مع مبادئ سياسية لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ليس في إطار مصار آخر المصار الماضي قد نتلاتة عقود ولكن من خلال قدرة المجتمع الدولي بما لديه من إمكانيات وآليات من إقامة الدولة الفلسطينية حقيقة على الأرض بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ورحم مرة أخرى بالصديقين العزيزين وأعطي الكلمة لمعايني الوزير أيمن الصف بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك على الجميع وأشكرك أخي سامح على إتاحة فرصة هذا اللقاء الهام بيننا وزميلنا وزير خارجية فرنسا لبحث قضية الساعة القضية الأهم بالنسبة لنا جميعا وهي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه ليس فقط من دمار وقتل وتجويع ولكن من تهميشا للقانون الدولي ومن استهتار بكل القيام والمعايير الدولية الأخلاقية والقانونية والإنسانية اجتمعنا اليوم وزراء خارجية الدولتين العربيتين ودولة أوروبية رئيسة وعكس لقاؤنا على الأقل توافق حول قضايا أساسية تمثل الآن موقف المجتمع الدولي برمتي وقف إطلاق النار رفض استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين إدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة وهذا مطلب ليس لنا فقط هذا مطلب أكده مجلس الأمن أكدته محكمة العدل الدولية أكده المجتمع الدولي برمته لكننا ما زلنا نواجهه رفضا إسرائيليا يؤدي إلى قاتل المزيد من الأبرياء يؤدي إلى تدمير المجتمع الغزي برمته ويؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد لأطراف ويعيب إنسانيتنا المشتركة ما نؤكد عليه اليوم هو أن على إسرائيل أن تواجه نتائج ما تقوم به إذا كانت إسرائيل تتحدى العالم أجمعا فعلى العالم أن يتخذ خطوات عملية فاعلة توقف هذا الجنون توقف هذا القتل توقف هذا الدمار وتمنع موت الأطفال لأنهم لا يجدون حليبا يشربونه وتمنع موت الرجال والنساء لأنهم لا يجدون طعاما يأكلونه ما الذي يحول دون توفير الطعام والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة هو قرار سياسي لحكومة متطرفة قررت أن تستخدم التجويع سلاها نستطيع أن نتعامل مع المجاعة التي واجهها أهل غزة بوقت سريع جدا المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود المعابر البرية لإدخال المساعدات من مصر من المملكة وأن تتوقف عن منع دخول المساعدات عندما تقول منظمات دولية محترمة أن أكثر من مليون فلسطين الآن يواجهون مجاعة أن كل سكان غزة يعانون الدرجات الأقصى من الجوع وفقدان الغذاء إذن نحن في مواجهة كارثة حقيقية والكارثة ليس فقط وجود هذه الكارثة ولكن أيضا عجز المجتمع الدولي برمته عن أن يمنع عقائدية متطرفة يمثلها رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكوبة ومسؤولنا في وزارته من قتل الأبرياء وقتل الأطفال نريد أن يكون هناك حراكا دوليا حقيقيا وفاعلا اليوم وليس غدا لوقف هذه المهزلة نريد أن يكون هناك عقوبات على الحكومة الإسرائيلية إذا ما استمرت في تحدي العالم وتحدي القانون الدولي ونريد أن يكون هناك خطوات حقيقية فورية توقف العدوان وتدخل الغذاء والطعام والمياه والدواء وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني حتى يستطيع أبناؤها أن يستمرون في الحياة يجب أن يتوقف تزويد السلاح لإسرائيل يجب أن يكون هناك خرارات قابلة للتنفيذ في مجلس الأمن ملزمة من أجل فرض وقف هذا العدوان وفرض حماية الأبرياء من الموت جوعا كما ذكر أخي سامح نحن نتحدث عن اللحظة لأن اللحظة لا تقبل إلا أن نتحدث عنها بهذا الوضوح وبهذه الصراحة لكن أيضا ندرك تماما أن المستقبل سيكون أسوأ مما نعنيه الآن إذا لم يلتهي الظلم وينتهي الاحتلال ويتعقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروع على الشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة والكرامة على اهترابه الوطني لتعيش منطقتنا كلها بأمن وسلام حتى في ذلك نواجه تعنتا وعجرافة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين وفي رفض إيجاد أي أفق سياسي لكن نحن كما قلت نجتمع اليوم لنؤكد على أننا نتفق في طرحاتنا المستهدفة وقف العدوان وفي طرحاتنا المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم ولقاءنا اليوم أيضا بنا على اتصالات مكثفة أجراها قاداتنا مع بعضهم البعض ولقاءات عديدة جرت بين جلالة ملك وفخامة الرئيس سيسي وفخامة الرئيس مكرون وبين فخامة الرئيس مكرون وفخامة الرئيس سيسي ومعه وجلالة الملك أيضا فبالتالي لقاءاتنا مستمرة متقدمة الموقف الفرنسي تطور بشكل كبير وفرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار ونأمل أن يكون لك خطوات أيضا لتبني هذا الموقف بشكل أكبر دوليا واتخاذ خطوات لتحقيقه أيضا أود أن أشير إلى قضية الأنروا إسرائيل ليست فقط تجوّع الفلسطينيين لكنها تريد أن تقتل الجهة الوحيدة القادرة على الحقول دون أن لا جهة أخرى قادرة على أن تقوم بما تقوم به الأنروا ولا يمكن استدال الأنروا وأن أي محاولة لتعطيل عمل الوكالة هو زاد في تجويع الشعب الفلسطيني وفي قتله جوعا وعطشا ونشكر فرنسا على ما تقدمه من دعم للأنروا ونأمل أن نرى المزيد من الدعم ليس فقط من فرنسا ولكن من المجتمع الدولي برمته أيضا فكل الشكر مرة أخرى أكي سامح ونبقى دائما إن شاء الله في جهدنا المشترك من أجل وقف هذه الكارثة والوصول إلى حال تستعد فيه الإنسانية على الأقل هويتها في رفض الظلم وفي رفض القتل وفي رفض التجويع شكرا شكرا أننا نلتقي اليوم في القاهرة مع نظيري المصري والأردنية وبالحقيقة هذا اللقاء هو تكمل لما حصل وكما قال زميلنا الأردنية هذا يندرج تماما في العلاقات الجيدة القائمة بين رؤسائنا رؤساء دولنا منذ عدة سنوات وهذا يسمح لنا بتنسيق عملنا دوليا اليوم شكرا جزيلا عزيزي سامح على استقبالك وشكرا على العمل الذي بدأنا به اليوم والذي لم ينتهي بعد لقد أوقفنا اجتماعنا لنأتي ونتكلم معكم اليوم ولكن هناك نقطة أخرى سوف نتناولها لاحقا مصر والأردن هي في الخطوط الأمامية لهذه المأساة في غزة اليوم وفي الخطوط الأمامية أوضا في طليعة الجهود المبذولة لإيجاد حل ولتقديم اقتراحات لحل هذه الأزمة تكلمنا مطولا عن هذه الجهود نريد أن نبذلها معا بالتنسيق مع الدول الأوروبية ومع الدول العربية التي تريد الخروج من هذه الأزمة من جانبي تكلمت عن محاول ثلاثة لعمل فرنسا الشق الإنسانية لقد نسقنا بعض أعمالنا في الجانب الإنسانية مع عمليات إيصال جوية لمعدات وأغذية وأسفين ديكسميد الرأسية في مرفع مصري عملنا كثيرا مع مصر والأردن في هذا المجال الشق الثاني هو الشق السياسي ونحن نريد أن ننضي قدما بهذا الشق السياسي في مجلس الأمن في الأسبوع المقبلة لقد بدأ التشاور مع عددا من الدول حول مضغوم هذا الشق السياسي الذي تريد فرنسا أن تنضي قدما به الوضع الإنساني كما قلت مأساوي 2.5 مليون نسمة ينقصهم كل شيء أكثر من مليون نسمة في رفح وهم أمام خطر ترحيل قسري ترحيل جماعي إذا حصلت عملية عسكرية برية وأقول أمامكم فرنسا تعارض بشدة وبشكل رسمي وأن أي عمل عسكري ضد رفح نحن ننادي أو نريد أن تتوقف العمليات العسكرية وهذا ما ناد به مجلس الأمن في القراه الذي صوت عليه الأسبوع الماضي وصوت عليه فرنسا ومصر والأردن سوف تستمر في العمل معنا حول هذا الموضوع وأعتقد أن إسرائيل قادر على السماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى غزة بكمية كبيرة وبدون أي عقبات أو قلود هذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية اليوم فتح كل المعابر البرية ثوراً وبدون أي شروط وكنت أقول لزميلية حتى نحن الآن قبلنا فكرة أن تمر المساعدة بالبر هذا يعني شكل من أشكال ضعف وعجل المجتمعي الدولي وبالتالي لا يجب أن نتساهل ولا يجب أن نتخلى عن مطالبنا يجب أن تفتح المعابر البرية وأن يكون هذا شرط أساسي ولا بد منه المأساة الجارية حالياً في غزة لا تخدم أما إسرائيل والإسرائيليين ومن الأهمية بمكان أن تحافظ إسرائيل على علاقة آمنة مع جيرانها وخاصة مصر والأردن لصوم هذه العلاقات من أثار هذه الحرب وأنا أفكر أيضاً بلبنان حيث أن أي مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله سوف توقع خسائر وسيكون الكل خسراً فيها وذكرنا السلطات اللبنانية بذلك وكما فعلنا في السابق لأن فرنسا قدمت بعض الإقتراحات في هذا الإطار في وقت سابق أذكر كذلك أيضاً بالمطالبة بضرورة إطلاق سراح أرهائم فوراً وبدون شهرات وهذا أيضاً مطلب ذكر به مجلس الأمن ونحن نريد أيضاً أن ولا ننسى الـ 42 مواطن فرنسي الذين قتلوا في الهجمات الهربية في 7 أكتوبر تشيير الأول نحن لا ننساهم ولا ننسى المواطنين الفرنسيين الثلاثة وكما فرنساهم لا ننسى الهربية في غزة وحماس عليها مسؤولية في هذه الأحداث وهي التي كانت مسؤولة عن اندلاع هذه الحرب التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا يعطي مصدقية إضافية لكل مطالبنا تجاه إسرائيل وخاصة الوضع في الضفة الغربية حيث نرى تسارع الاستيطان وهذا الاستيطان مخالف للقانون الدولي وهذا أيضاً يذهب ضد الدولة الفلسطينية المقبلة ولقد اتخذنا التدابير وفرضنا عقوبات على المستوطنين الذين اتكبوا أعمال عنيفة بحق مواطنين في الضفة الغربية ونحن نفكر بتبني إجراءات وتدابير أيضاً مع شركائنا في المستقبل ضد هؤلاء المستوطنين العنفين وأخيراً الخروج من هذه الأزمة هناك حاجة لحل سياسي وهو معروف حل الدولتين وهو الحل الوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين ويجب تفعيل كل ما من شأنه أن يسهل هذه العمل وفرنسا تريد أن تلعب دورها وأن تنقل هذه الجهود أوروبياً وعالمياً وخاصة لمساحة الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها وهذا هو مغزى والمقصد المبادرة الفرنسية في مجلس الأمن لقد آنى الوقت لأن نضع بعض أسس سلام دائماً وبالمعايير المعروفة والتي يجب أن تحظى اليوم بتوافق عالمياً واسعة ومن هذا المنطلق أتيت لتبادل الإراء مع زميلي ومن الوقت للمبادرة الفرنسية لمبدأ بمناقشة هذه المعايير لحل الدولتين والمبادرة الفرنسية في مجلس الأمن ومشروع قرار سياسي أيها زمالة العزاء أود مرة أخرى أن أشكركم على استقبالكم الحار وأشكركم على هذه المحادثات الشفافة والصريحة والبناء التي دارت بيننا وسوف أكون سعيداً باستقبالكم في باريس في الأسبوع المقبلة لنواصل هذا العمل فهذه عملية بناء في المدى الطويل وإذا أردنا أن نضع الأصص التي تسمح لنا ببناء السلام والسلام هو هدفنا الرئيسي فيجب أن نأخذ الوقت ولكن في نفس الوقت أن لا ننسى أن الوضع ملح وطارئ ووضع الإنساني اليوم ملح وطارئ والأزمة هي أزمة إنسانية فلنعمل على هذين الشقين من الشق الإنساني والشق السياسي وهما ملازمان للحل وشكراً مدام وردة الحسيني أخبار شكراً جزيلاً سؤالي لمعنى وزير سامح شكري رأينا العدل الدولية تقرى تدابير احترازية موقعة جديدة ضم دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجمعية ولم تلتزم بها إسرائيل كما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن فهل تضمن لقرارات الإجراءات ما يمكن أن تتخذه الدولة الكبرى من إجراءات أو خطوات للضغط على إسرائيل لتنفيذ تلك القرارات وهذه التدابير هذا سؤالي شكراً جزيلاً والدولة الكبرى كفرنسا طبعاً للتجين أننا في إطار التعامل والتشاور فيما يتعلق بالأزمة الحلة وأيضاً الإطار السياسي لها حدثنا عن القدرات المتوفرة لدي المجتمع الدولي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدول الفاعلة طبعاً الإتحاد الأوروبي وغيره كل دول المجتمع الدولي في الحقيقة تتحمل مسؤولية هذه الأحداث مسؤولية الوضع الإنساني مسؤولية الحفاظ على المبادئ التي استقر عليها العالم وأصبحت هي المبادئ الحكيمة لما هو متوافق عليه في عصر من الحداثة والخروج خارج نطاق الغلبة للقوة وإنما يجب أن تكون الغلبة للمبدأ والمبادئ الإنسانية المشتركة وهناك كثير من الإجراءات ونحث الدول التي لديها القدرة ولديها الأليات أن توظف هذه الأليات لم نتحدث تحديداً عن القرارات الاحتراضية ولكن أستطيع أن أقول أنه على المحكمة أيضاً مسؤولية بأنها تقر إلى أي مدى هناك التزام بقراراتها ولديها تلجأ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لقراراتها إلى مجلس الأمن مرة أخرى وتضع أمام مسؤولياته وفقاً للميثاق فالأليات الدولية متوفرة ولكن على الأطراف التي لديها القدرة أن تسير في تفعيلها شكراً سؤال الآخر جستين بابا 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 وصول المساعدة الإنسانية وفتح أفق سياسي وحتى الآن لم ننجح كثيراً في كل هذه المساعي توخياً للوضوح نحن نتشاور بشأن مبادرة فرنسية في مجلس الأمن حول الشق السياسي إذن مشروع قرار يمكن أن تقدمه فرنسا ويشمل كل معايير حل الدولتين ويكون أداة سياسية بتصرف المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وهذا طبعاً يتطلب التشاور مع كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن إن كانت أعضاء دائمة العضوية أو أعضاء منتخبة ولكن مسؤولية فرنسا هي أن تعمل أيضاً مع شركائها وخاصة شركائها في المنطقة وبالتالي التشاور مع الدول العربية التي هي بنفسها أيضاً قامت بمبادرات منذ عدة أسابيع تعمل وهذه الدول تعمل على بلورة عمليات سلمية وجدول زمني وألية للحكم طبعاً المبادرة الفرنسية لا تحل محل أو إن هذه المبادرة العربية لا تحل محل قراراً في مجلس الأمن ولكن التشاور ضروري والمناقشات ضرورية وأنا أتوخى نهج منفتح جداً لمصلحة هذه المبادرة الفرنسية أولاً مع عدد من المبادئ الكبرى التي نريد التركيز عليها وذكرتها في كلماتي الاستهلالية نسمي الأمور بمسمياتها والاستجابة لأزمة الإنسانية والتأكيد على حل الدولتين ونرى ماذا يمكن أن تقبل به الأسرة الدولية لكي نصير على درب السلام هدفنا بالطبيعة هو تحقيق السلام وفرنسا عضو دائم في مجلس الأمن وعندها هذه الإمكانية على العمل وموقفنا يسمح لنا بأن نجمع حولنا عدد من الدول ويسمح لنا بتحقيق توافق حول الوبادئ الكبرى وهذا التشاور إذن بدأ اليوم وسنستمر به غداً لأني سأكون غداً في بيجين ثم سأزور عواصم أوروبية أخرى لكي نستشف رأي هذه الدول حول هذا الاقتراح الفرنسي هذا هو الهدف من الزيارة والمبادرات الجديدة التي أطلقناها أستاذة بسانت تفضلي من وكالة تنبيع الشيخ الأوسط سؤالي موجه لمعالي وزير خارجية الأردن شاهدنا خلال الفترة الماضية تصاعداً للعنف من قبل المستوطنين في الضفة وفي نفس الوقت هناك قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية ببناء مزيد من المستوطنات كيف تقيمونا الوضع في الضفة الغربية؟ وهل من الممكن أن تبدأ دوامة جديدة من التصعيد في الضفة الغربية؟ كنتم قد تحدثتم أيضاً عن ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل ومنع تزويدها بالسلاح هل هناك استجابة من قبل الشرقاء الدوليين لإسرائيل؟ شكراً شكراً لك بداية الوضع في الضفة الغربية يغلي الضفة الغربية تعاني كارثة كبيرة أيضاً تتمثل في سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف حصار الشعب الفلسطيني نرى الاستيطان يتزايد نرى مصادرات جديدة للأرض الفلسطينية نرى عمليات عسكرية ضد الأبرياء والمدنيين في الضفة الغربية وحتى ما قبل 7 أكتوبر عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا في الضفة الغربية كان الأكبر منذ أكثر من عقد ومنذ السابع من أكتوبر مئات الفلسطينيين قتلوا آلاف توقلوا أيضاً فهناك وضع سيء جداً هذا الوضع يعكس كما قلت سياسة ممنهجة للحكومة الإسرائيلية الحالية بقتل كل أفق تحقيق السلام على أساس حل الدولتين عبر المزيد من الاستيطان المزيد من مصادرة الأراضي المزيد من القيود والضغوط على الإنسان الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية وعلى الاقتصاد الفلسطيني ونحن نحذر دائماً من ذلك وكنا حذرنا حتى قبل السابع من أكتوبر من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام ستدفع بالمنطقة باتجاه الكارثة وأشير إلى خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة في شهر أيلول الماضي عندما حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية وخطورة استمرار إسرائيل في قتل الأمل الفلسطيني بالحياة بحرية وكرامة وعدالة على المنطقة برمتها وترين ما تعيشه ليس فقط المنطقة ولكن العالم أيضاً من عدوان إسرائيلي على غزة الآن وأثر ذلك على المجتمع الدولي برمته حيث صدقية العمل الدولي الجماعي تقوضت حيث القيم الإنسانية استبيحت حيث القانون الدولي لم يعد له أي أثر على الأرض فيما يتعلق بإسرائيل وأيضاً بالنسبة لموضوع الدعوة إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح نحن نقول الذي تحتاجه المنطقة الآن الذي ينسجم مع القانون الدولي الذي ينسجم مع القيام الإنسانية هو وقف القتل ووقف التجويع وتزويد الفلسطينيين بالطعام والغذاء والدواء وحاجاتهم الأساسية لكي يعيشوا فقط ولكن للأسف مرة أخرى نرى دعوات دولية من أجل تحقيق ذلك لكن لا نرى ما يكفي من الخطوات التي تفرض التحقيق ذلك ودعوتنا هي أن يفرض المجتمع الدولي على الأقل في الجانب الإنساني أن يتخذ قراراً ملزماً من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يمنع جريمة التجويع وهي جريمة حرب ويفرض على إسرائيل أن تفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية حتى يستطيع الناس أن يحصلوا على قوتهم ويحولوا دون موت أطفالهم جوعاً وعطشاً جهدنا مستمر نحن في المملكة لم نتوقف منذ اليوم الأول ليس فقط في تعرية الرواية الإسرائيلية وفي كشف خطورة ما يجري ولكن أيضاً في حشدي دعم لموقف دولي داعم لوقف هذا العدوان ولمساعدة الشعب الفلسطيني وهذا الجهد من قبل المملكة لم يتوقف لكن الأردن وحده لم يكن قادراً على وقف هذه المأساة العالم كله يواجه الكثير مما ترتكبه إسرائيل الآن لكن إسرائيل تتحدى فالكل يقوم بما يستطيعه في المملكة مواقفنا التاريخية وفعلنا المستمر وجهدنا الذي لا ينقطع هو باتجاه إسناد الشعب الفلسطيني ونصرته وإنهاء ما يتعرض له من ظلم تاريخي لا يوجد مثيل له على الأرض الآن لا يوجد في التاريخ الحديث عدوان أدى إلى ما أدى له العدوان الإسرائيلي على غزة من قتل ودمار وتجويع وانتهاك للقانون الدولي ومع ذلك المواقف الدولية تطورت بعض الشيء لكن سؤال واحد نضعه أمام المجتمع الدولي ماذا سيفعل المجتمع الدولي ليمنع إسرائيل من قتل فلسطينيين تجويعا بكيف تبرر إسرائيل عدم إدخال مساعدات إنسانية لأطفال ونساء ومرضى ورجال ونساء وكيف يبرر المجتمع الدولي عجزه عن فرض قانون الدولي بإجبار إسرائيل على فتح المعابر وإدخال المساعدات ونحن في المملكة مستعدون كما هم أشقاؤنا في مصر لإدخال ألاف الأطنان من المساعدات يوميا لتلبية احتياجات أشقانا في البسطين المطلوب العائق دون ذلك هو قرار للحكومة الإسرائيلية والذي يتيح ذلك هو إجبار إسرائيل على عكس هذا القرار اللا إنساني الوحشي والسماح بإدخال المساعدات فالأمور جاوزت كل الحدود الأخلاقية والإنسانية والقانونية ما تفعله إسرائيل في غزة جرائم حرب يجب أن تتوقف ما تفرضه على الضفة هو تفجير أيضا لأزمة جديدة والمجتمع الدولي كله الآن يواجه أزمة بصداقية وأزمة ثقة بإنسانيتنا المشتركة والفشل هو فشل لنا جميعا شكرا لكم شكرا إذن مشاهدين الكرام تابعنا هذا الجزء من المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا في العاصمة المصرية وهذا الاجتماع الثلاثي والمباحثات المتبادلة وتبادل الرؤى والتأكيد على حتمية ربما الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكان من أهم ما جاء من كلمات للوزراء الثلاثة في هذا المؤتمر الصحفي على لسان وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية وأن العالم يتعامل بمعايير مزدوجة مع هذه القضية ومع الشعب الفلسطيني أيضا أكد شكري أن الوزراء الثلاثة والدول الثلاثة حقيقة يمتلكون رؤى مشتركة في القضايا الملحة منها خطورة اجتياح رفح في ظل وجود تجمع بشري قارب من مليون ونصف مواطن وأنه يجب إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين بمصار جديد أيضا أيمن اللصفة وزير الخارجية الأردنية أشار إلى أنهم يرفضوا استخدام سلاح التجويع وأنه يجب إدخال المساعدات وضرورة وقف إطلاق النار وأن هذه مطالب يؤكدها المجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي برمته وأن على إسرائيل أن تواجه نتائج ما تقوم به وأن عليها أن توقف قتل الأطفال والقتل والدمار للكبار وما استساءل أيضا ما الذي يحول دون توفير الطعام والغداء في غزة وأنهم يريدوا حراكا دوليا حقيقيا وفاعلا لوقف هذه المهزلة أما ستيفن سيجورني وزير الخارجية الفرنسي أكد أن فرنسا تعارض أي عملية عسكرية في رفح وأن إسرائيل قادر على إدخال المساعدات وأنه يجب أن تحترم قرارات المحكمة الدولية أيضا أكد أنهم سيتخذون قرارات ضد المستوطنين في الفترة المقبلة نظرا لتصارع عملية الاستيطان في الضفة الغربية وأن الحل الوحيد للأزمة هو حل الدولتين الآن معنا وللتعليق والمتابعة بشكل أكبر وأوضح حول هذا المؤتمر الصحفي وما قاله الوزراء الثلاثة ينضم إلينا من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير وأيضا معنا من العاصبة الأردنية عمان أيا السيد مراسلة القاهرة الإخبارية وكذلك ينضم إلينا في وقتنا لاحق مراسلنا من القاهرة وأبدأ معك آية أبرز المستخلصات فيما جاء على لسان وزير الخارجية الأردنية ومنطلقات الموقف الأردنية في هذه الأزمة آية منذ اليوم الأول نعم تحياتي لك داليا لاحظنا في كلمة الأيمن الصفضي بأنه تحدث عن لقاء دولتين عربيتين ودولة أوروبية ما يبين بأنه فعلا وجهة النظر الأوروبية تتغير أكثر فأكثر مع الأيام وتضامنها مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحدث الصفضي على موضوع أسلوب التجويع الذي تتبعه إسرائيل وهو كسلاح تتبعها من أجل القضاء أو عمليات الإبادة التي تقوم بها ضد الأبرياء وهذا طبعا ممنوع ومرفوض أكد على أهمية أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن ملزم بأن يقوم بإيقاف فوري وقامت هدنا دائما ومستمرة في قطاع غزة إلى جانب أيضا إدانة إسرائيل تحدث على أهمية أن تتحمل إسرائيل كافة ما تقوم به تحدث أيضا على موضوع ما قامت به أو ما قالته يعني المنظمات العالمية حول وجود أكثر من مليون مواطن غزي الآن يعاني من الجوع وهذا بسبب الحصار الذي تقوم به إسرائيل على المعابر مؤكدا أهمية أن يتم عودة فتح المعابر إن كانت من أجل إدخال المساعدات عن طريق معبر رفح أو إن كان المساعدات التي يحاول الأردن إيصالها عن طريق معبر كرم أبو سالم هناك العديد من الرسائل التي تحدث عنها اليوم الصفضي إلى جانب يعني نظرائه المصري والفرنسي إلى جانب طبعا الملف الأهم حاليا وهو أيضا ملف الأونروا خاصة بأن الأردن منذ بداية شهر رمضان هناك مناداء من الدول الأوروبية بالأخص والتي كانت الداعم الأكبر فيما سبق لوكالة الأونروا بأهمية أن يكون هناك دعم مستمر لا يوجد بديل عن وكالة الأونروا كونها هي شريان الحياة في المناطق الخمسة إن كان في غزة أو في الضفة أو بالأردن وسوريا ولبنان والأردن طبعا داليا ليعاني بسبب قلة التمويل حاليا أو تجميد بعض الدول لهذا التمويل خاصة بأن الأردن أيضا يحتضن أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني نعم طيب أذهب بما قلته آية أذهب لخالد في مارسيليا خالد ربما كان من اللاف التوصف وزير الخارجية الأردني للموقف الفرنسي بأنه تغير كثيرا خلال الأشهر الستة الماضية ما هي ربما العوامل التي أدت لتغير هذا الموقف على هذه الواتيرة الملحوظة خالد للجميع؟ نعم داليا بعد التحية عدة عوامل الحقيقة أهمها هو الرؤية المصرية الأردنية الرؤية العربية أيضا لهذا الملف بالإضافة إلى الضغط الشعبي والمظاهرات التي تكتاح المدن الفرنسية داليا كنا قد نقلنا لمشاهد القاهرة الإخبارية عدة تظاهرات سواء بالعاصمة الفرنسية باريس وساحة الجمهورية أو بمدينة مارسيليا في بورتديكس هنا وكل هذه الانتقادات التي تحدث للحكومة الفرنسية التي صارعت منذ السابع من أكتوبر في إعلان حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ثم عدة لقاءات جماعات وعدة مكالمات هاتفية الرئيس الفرنسي مع نزرائه بالمنطقة وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية الإدارة الفرنسية وعلى رأس السلطة رئيس إيمانوين ماكرون على وجه التحديد يثق تماما في الرؤية المصرية ولهذا تغيرت بالفعل أو تغير الموقف الفرنسي بالفعل بل نستطيع القول أنه يتبنى وجهة النظر العربية يبدو أن فرنسا في هذه زيارة لإستفانس جورني تدرك أو أخذت الإشارة الخضراء للقيام بدور ما وهو دور سلمي وتدرك جيدا أنها لا تستطيع لها القيام بهذا الدور دون أن تأخذ الإشارة أيضا الخضراء من جمهورية مصر العربية والأردن وبصفة خاصة أنهما دولتان لهما حدود مع الدولة فلسطين أو مع غزة ولهذا قبل رحلته إلى الصين كانت محطته الهامة والذي كتب عنها على صفحته بمراسة أكس صباح هذا اليوم استفانس جورني بأنني سعيد سألتقي بالقاهرة مع نظيري المصري ونظيري الأردني أيضا خالد هو كان أشار في كلمته في هذا المؤتمر أن هذا المؤتمر سيعقبه ربما لقاء آخر للوزراء الثلاثة في فرنسا هل من معلومات حول هذا الاجتماع المرتقب خالد؟ حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة الخارجية على صفحتها منذ لحظات أعلنت أو نشرت وزارة الخارجية صورة لوزير الخارجية الفرنسي وأشارت بأنه يلتقي الآن مع وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني وتحدثت عن أهمية الملفات وهي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتبادل الأسرة وتقديم المساعدات بصورة سريعة نظرا لهذه المعاناة التي تحدث في غازة فرنسا تستشعر الحرق وبصفة خاصة عندما تم انتقادها سواء تحت قبة البرلمان الفرنسي أو في أشارع بأنها تستخدم أو تقوم بالكيل بميكيالين عندما يتم النظرة إلى موقف فرنسا مع أوكرانيا وموقفها مع غازة ولهذا الموقف الفرنسي الآن أصبح أكثر وضوحا وهو تحدث على أن هذه العملية ستستمر ويبدو أنها ستستمر لفترة زمنية طويلة بالتنصيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية داليا نعم الآن نتحول برسلنا من القاهرة رمضان المطعن رمضان طبعا أنا برحب بيك لو تجمل لنا أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للوزراء الثلاثة وربما أبرز ما خلص إليه هذا الاجتماع الثلاثي نعم داليا هذا الاجتماع الثلاثي الذي امتد إلى أكثر من عدد من الساعات في المبحثات ما بين الوزراء الخارجية الثلاثة المصري والفرنسي والأردني يعني كانت هي قضية الساحة وقضية الساعة كما سمها الوزراء وهي القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة بشكل عام استحوذ على أغلب النقاشات ما بين الوزراء الثلاثة كان الاتفاق في وجهات النظر ما بين وزراء الخارجية الثلاثة وتلاقي النقاط ما بين وجهات النظر في البلدان الثلاثة والاتفاق بشأنها هو أبرز ما كان في المؤتمر هو الخاص بالقضية الفلسطينية وضرورة الضغط على المجتمع الدولي وخاصة أن فرنسا من الدول الكبيرة التي تحضر هذا التي يعني عقدت مع نظراء المصريين والأردنيين على هذا المؤتمر بشكل عام هناك أيضا بعض يعني هناك فرنسا سوف تقوم بتقديم مبادرة إلى مجلس الأمن وهذه المبادرة وقال وزير خارجياتها سوف تأخذ كثير من الوقت نظرا في الوقت الراهن والملح الوقف لإطلاق النار وكذلك إنفاذ كافة المساعدات ولكن يجب أن جميع الدول في مجلس الأمن أن يكون هناك تشاور بشأن هذه المبادرة التي تعمل على حل الدولتين وكذلك أن يكون هناك إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 هذا الرأي الذي أيضا أشار به سامح شكري وزير الخارجية المصرية الذي أكد على وقف إطلاق النار وإنفاذ كافة المساعدات وأيضا رفض التهجير مرة أخرى وتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل وشكل واضح وحضر من مغبة إسرائيل أن تكون هناك عملية في رفح وتحمل إسرائيل والمجتمع الدولي القادر والفاعل على إيقاف هذه الحرب وهذه المجزرة الأخرى التي يعد لها أن يتحمل كافة المسؤوليات وتتحمل إسرائيل كافة تبعات القرارات العمليات التي سوف تقوم بها خاصة وأن هناك قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بشكل كبير مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت هذا المجتمع الدولي بدأ يستشعر الحرج في مساندة إسرائيل والدعم الكامل لإسرائيل وأيضا طلب وزير الخارجية الأردني بشكل عام بضرورة على المجتمع الدولي كيف للمجتمع الدولي أن يكون غير قادر على إقناع إسرائيل بإنفاذ المساعدات الإنسانية وهذا التجويع المستمر على مدار الساعة وخاصة أن مصر قال أن الأردن فعلت ما لديها من كمنيات ولا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك وعلى المجتمع الدولي أن يفعل ما عليها حتى في مواثق الخاصة بحقوق الإنسان حتى في المساعدات الإنسانية حتى في هذا التجويع المستمر على مدار الساعة سواء في شمال غزة أو في جنوبها في مدينة رفح هو القليل من المساعدات التي سوف تدخل ولا تكفي هذه الأعداد الكبيرة التي تقارب مليونين ونصف مجمل هذا المؤتمر الصحفي هو الاتفاق ما بين وجهات النظر على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة وضرورة أن يكون هناك حل السياسي وحل الدولتين على حدود 67 خاصة وأن عدد القتل وصل إلى قرابة 33 ألفا من الفلسطينيين في قطاع غزة وهناك المزيد من القتل مرشحين وفقا للتصعيد الإسرائيلي وأيضا قال وزير الخارجية أردنية أن الضفة هي الأخرى الضفة الغربية تغلي جراء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقال أيضا أن هناك عدد القتل ارتفع وعدد الاعتقالات وعدد التصعيد والاستطان أيضا في الضفة الغربية وهذا أيضا ما رفضه وزير الخارجية الفرنسي ورفض كل هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل وهناك في الأيام القادمة سوف يكون هناك لقاء فرنسي ووزراء الخارجية المصرية والأردنية في باريس في الأسبوع القادمة لتكملة هذه المفاوضات والمشاورات نعم شكرا رمضان المطعن مراسل القاهرة الإخبارية وأيضا الشكر موصول لمراسلنا من مرسيليا خالد شقير وكذلك يا سيد مراسلتنا من عمان شكرا جزيلا لكم ضيوف مراسل القاهرة الإخبارية أيضا معنا وللمزيد من المتابعة من ضيفنا من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية دكتور سهيل طبعا أنا برحب بك أهمية هذه الاجتماعات والمساعي ربما من الدول الفاعلة في هذا الملف دكتور سهيل والتأكيد مرارا وتكرارا على مواقف هذه الدول كيف يحلحل هذه الأزمة حياتي لك بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين هذا التحرك الدبلوماسي المتقدم هو يعني يقول أن هناك صراعا حول اليوم الثاني بعد انتهاء هذا العدوان على غزة وماذا سيكون وكيف يمكن تدارك الأمور هناك وجهتين نظر عالميتين وأيضا بالإقليم وتنعكس أيضا في داخل إسرائيل وفي داخل العالم العربي هي المدرسة الأولى الرؤية الأولى تقول أنه يجب التوقف عند إدارة الصراع القضية الفلسطينية كما كان في الثلاثة عقود الأخيرة ويجب الانتقال إلى حلول أكثر عملية وجذرية مبنية على حل الدولتين وهناك الطرف الثاني الذي يقول أنه أن الأوان لحسم هذا الصراع باتجاه القضاء على القضية الفلسطينية والقضاء على أي وجود فلسطيني ولا كيان فلسطيني وما إلى ذلك فلذلك علينا أن نرى أن هذا التحرك يأتي بعد ستة أشهر من هذا العدوان باتجاه أن الكثيرون في العالم بدأوا يرون أنه من غير الممكن العودة إلى فترة إدارة هذا الصراع ويجب الانتقال إلى حلول عملية على أساس حل الدولتين تبدأ بإعادة الإعمار، تقديم المساعدات، وقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى برنامج سياسي بعيد المدى حلول عملية، كيف دكتور سهيل يمكن التواصل لحلول عملية في ظل هذه الممانعة ربما الإسرائيلية لحل حالة هذه القضية بأي شكل وعلى أي مصار لم يحدث اختراق منذ اليوم الأول وحتى الآن برأيي أن الوضع الدولي، يعني كل الصراع كان مبنيا على ثلاثة أمور الأمر الأول الديمغرافيا والثاني الجغرافيا والثالث السردية الحركة السهيونية عملت كل تاريخها قبل حتى نكبة 48 وما بعدها على انهاء هذا احتلال الجغرافيا وتغيير الديمغرافيا وبيع السردية السهيونية هذا الأمر لا يستطيع أن يدوم طويلاً ورأينا أنه بالخمسة أشهر الأخيرة أن كثير من الأمور قد تغيرت على المستوى العالمي وبات من غير الممكن التعايش مع هذه السردية التي فشلت فشلاً كبيراً للحركة السهيونية وأن كل سياسة الإبادة أو التهجير أو التجين أو كل شكل من أشكال إنهاء القضية الفلسطينية يعني فشل فشلاً ذريعاً وهذه الأمور أصبحت واضحة العالم اليوم يعرف أن السردية الفلسطينية هي التي على رأس الطاولة وعلى رأس المواضيع المطروحة عالمياً ولا يمكن تجاهل ذلك وأصبح يؤثر ذلك على الأنظمة أيضاً الغربية بما في ذلك داخل الولايات المتحدة برأيي أن هذا الممانعة الإسرائيلية يعني هي ليست غير قابلة للكسر حتى في الداخل الإسرائيلي هناك وجهات نظر مختلفة بهذا الموضوع برأيي أن اليوم الثاني بعد هذا العدوان بالمجتمع الإسرائيلي هناك وجهتين نظر واضحتين الأولى تقول ما يريده نتنياهو يجب العودة إلى ما كان قبل 7 أكتوبر أي إدارة هذا الصراع هو واسموتريتش وبينكفير لأنهم يهدفون بنهاية الأمر إلى القضاء على القضية الفلسطينية وهناك وجهة نظر أخرى حتى في داخل الحكومة حتى في داخل حزب الليكود نفسه هناك وجهة نظر أخرى على سبيل المثال يعني رأي جالانت الرسمي يقول أنه يجب أن لا يبقى الجيش الإسرائيلي لا بقطاع غزة ولا بأي مكان آخر بعد هذا العدوان وعلى يجب رؤية إيجاد وسائل لإدارة فلسطينية بالتنسيق مع أنظمة عربية لقضية ليس فقط قطاع غزة وإنما كل ما يتعلق في التسوية السياسية لم تكن هذه وجهة نظر جالانت في بداية هذا الصراع وكان ربما له نفس وجهة نظر نتانياهو لكن حضرتك ربما تطرقت لنقطة هامة أيضا دكتور سهيل وأن السابع من أكتوبر كشف الكثير عن ما يدور داخل المجتمع الإسرائيلي للعالم ماذا أيضا دكتور سهيل كيف يرى العالم إسرائيل الآن بعد السابع من أكتوبر إسرائيل خسرت السردية الإسرائيل إسرائيل اعتمدت كل الوقت منذ نكبة 48 على نقطتين النقطة الأولى هي الاستفادة من الغطاء الشرعية الدولية وأنها تستطيع أن تفعل ما تشاء دون أي رقيب ودون أي محاسب هكذا تعاملت إسرائيل خلال 75 عام بكل ما يتعلق في المجتمع الدولي ونسبيا هي نجحت في ذلك ببيع مثل هذه السردية وهذه بين قوسين الشرعية الدولية النقطة الثانية هي أنها باعت سردية وكأنها جاءت شعب بلا أرض جاء على أرض بلا شعب وهم ضحايا النازية قبل مئة عام ويريدون أن يحلوا قضيتهم بشكل وكأنهم هم الضحية الوحيدة فلذلك هذين الأمرين بدأت إسرائيل تخسرهم وهذا بدأ يبدو واضحا برأي أن التغييرات في العالم هي ليست شكلية ولا عاطفية وإنما عميقة وعميقة جدا نحن لا نتحدث عن الشعوب العربية والشعوب الإسلامية والشعوب الفقيرة والشعوب الإفريقية والشعوب المؤيدة للشعب الفلسطين نحن نتحدث أيضا عن الشعوب الغربية نتحدث عن الأنظمة الغربية نتحدث عن الدول التي مانعت وغطت إسرائيل سنوات طويلة بدأ الأمر يصل إليهم انظروا الاستطلاعات الموجودة في داخل الولايات المتحدة أن 55% من الأمريكيين يرون أن إسرائيل تقوم بأعمال غير صحيحة في الخمسة أشهر الأخيرة لكن على الأرض دكتور سهيل لازالت الولايات المتحدة تزود إسرائيل حتى الآن بكل ما تحتاجه من سلاح لقتل الفلسطينيين هذا كان هذا موجود وهذا سيبقى يعني الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل هي مشروعا غربيا يحفظ مصالحها الاستراتيجية بالشرق الأوسط هذا لن يتغير في الفترة القادمة ولكن أيضا بنفس الوقت أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بات ليس فقط شكليا وليس فقط توزيع أدوار بما معناه برأي أن هناك قضايا جدية على الطاولة وهي بدأت تشعر الولايات المتحدة أن حكومة نتنياهو الحالية بدأت تصبح عائقا أمام المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة بالعالم أجمع وخاصة بالشرق الأوسط بنقطتين مركزيتين النقطة الأولى هي أنها ما زالت ترى أن اشتعال الجبهات في منطقة الشرق الأوسط ليس لصالح الولايات المتحدة وما يريده نتنياهو لجرأ الولايات المتحدة لهذه المواجهة هي بالنسبة للولايات المتحدة خطر وخطأ كبير استراتيجي برؤيتها العالمية والنقطة الثانية التي ترى الولايات المتحدة هي أنها لا تريد أن تخسر أصدقائها في العالم العربي وحلفاء في العالم العربي دكتور سهيل سريعا وفي جملة واحدة من فضلك هل المخطط الكبير لإسرائيل إسرائيل من النهر للبحر بعد السابع من أكتوبر لازال من الممكن تطبيقه أو تحقيقه؟ برأيي أن إمكانية تحقيقه أقل بكثير الإمكانية الوحيدة لهذا الجناح أن يتقدم هو بإمكانية محاولة ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى إسرائيل حيث توجد كميات كبيرة من المستوطنات المجتمع الإسرائيلي يرفض الاستيطان بغالبيته الساحقة الاستيطان في قطاع غزة وهذا المشروع نال ضربة كبيرة بالسابع من أكتوبر والعودة الآن إلى أكثر إدارة الصراع وليس إلى حسمه باتجاه إنهاء القضية الفلسطينية لأنهم فشلوا في ذلك أنا بشكرك دكتور سهيلو وبعتذر لك عن ضيق الوقت ضيفنا من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية الآن نتحول إلى ملف اللبنان حيث أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب بميقاتي استهداف إسرائيل لقوات اليونفال في لبنان كان المتحدث باسم اليونفال أعلن إصابة ثلاثة مراقبين عسكريين من بعد تحفظ السلام بجنوبي لبنان إضافة إلى مترجم لبناني وطالبا لمتحدث باسم اليونفال طالبا بضرورة توفير السلامة والأمن لموظف الأمم المتحدة داعيا جميع الأطراف إلى وقف التبادل العنيف لإطلاق النار بينما أفادت وسائل أعلام لبنانية بتورط إسرائيل في الهجوم بوسطة طائرة مصيرة فيما نفى جيشه لاحتلال مسؤوليته عن الهجوم الآن معنا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد أكرم سريوي الخبير العسكري والاستراتيجي سيدة العميد أهلا بك على شاشة القاهرة هل ما يحدث على الجبهة الجنوبية هو إرهاصات حرب أم نحن في حرب فعلية تحياتي لك ولجميع المشاهدين نحن في حرب فعلية طبعا الحرب تدور روحها منذ ستة أشهر وهذه حرب حقيقية وهناك خسائر كبيرة أكان خاصة لدى الجانب الإسرائيلي وأيضا في لبنان هناك عدد كبير من الشهداء أما اليوم نحن نشهد كنا شاهدنا منذ هذه الفترة الحفاظ على مستوى معين لهذه الاشتباكات مستوى محدود سقف معين لم يتجاوز خطوط حمراء لم نذهب إلى حرب شاملة ما الذي تغير سيدة العميد كانت ربما درجة حرارة المواجهة بين الترفين ربما ثابتة طوال الفترة الماضية ما الذي تغير ولو حضرتك أيضا تحدثنا عن التكتيكات المستخدمة من الترفين ضد بعضهما يعني الذي تغير هو التصعيد في الأيام الأخيرة هناك التصعيد في اللهجة الإسرائيلية في تهديدات بقصف لبنان هي ليست بجديدة طبعا نحن سمعنا هذه التهديدات منذ فترة طويلة لكن الذي تغير هو الآن بعد ستة أشهر من الحرب في غزة ومن الحرب على الجبهة الشمالية مع لبنان هناك مأزق لدى الإسرائيلية الإسرائيلي نتنياهو يريد استمرار هذه الحرب نتنياهو لا يريد وقف الحرب إطلاقا هو ليس لديه أصلا تصور لما بعد الحرب يعني عندما سئل أكثر من مرة حتى من قبل الأمريكيين ما هي الخطة لما بعد الحرب لما بعد وقف إطلاق النار في غزة هو لم يعطي إجابة واضحة كل ما يريده هو المزيد من الحرب المزيد من قتل المزيد من الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين بشكل كامل من غزة هذا هو الهدف الأساسي الذي يريده نتنياهو لذلك نعم نحن في لبنان نشعر بخشية من النوايا الإسرائيلية العدوانية يعني هي ليست بجديد لكن نعم هناك جموح لدى نتنياهو نتنياهو متفلت من أي قيود هو يرفض كل القرارات الدولية ونحن رأينا أنه رمى قرار المجلس الأمن الأخير في سلة المهملات وصر على مهاجمة رفح وهو أصدر أوامره للجيش بالاستعداد للهجوم على رفح وسيجل وفدا عسكريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة هذا الموضوع عملية في رفح صحيح طيب سيادة العميد تصريحات جالانت بأنهم ربما يوشكوا على اتخاذ قرار بالحرب في هذه الجبهة وأنهم تحولوا من الدفاع للهجوم هل تكتيكات حزب الله في مواجهة ما تقوم به إسرائيل وهذا تصعيد الإسرائيلي هي تكتيكات مجدية؟ يعني بداية بعد عودة جالانت من الولايات المتحدة الأمريكية وتلقيه دعما عسكريا الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها حتى الآن غير جدة في وقف إطلاق النار لا في غزة ولا في لبنان بايدن يتحدث فقط عن وقف إطلاق النار مؤقت أي أنه يريد تمرير الانتخابات ليس أكثر من ذلك أما جالانت فقد تم تلقى وعدا من الولايات المتحدة الأمريكية بالاستعداد لشحن ما يقارب ألف وثمانمائة قنبلة من نوع أمكا أربعة وثمانين وخمسمائة قنبلة من نوع أمكا أثنين وثمانين وعشرين طائرة أف خمسة وثلاثين يعني هذه الصفقة من الأسلحة التي تبلغ حوالي حوالي 2.5 مليار دولار هل هذه النوعية من الأسلحة ستستخدم على الجبهة اللبنانية سيدة العميد؟ أم لرفح وغزة؟ هذا هو الموضوع الأساسي المقصود يعني عندما نتحدث عن هذا النوع من القذائف هذه القذيفة التي قتل فيها أكثر حوالي 500 شخص في مجزرة المعمداني هي استخدمت في تلك المجزرة هذه القذيفة تزن حوالي ألف كيلو جرام هي قادرة على هدم مبنى بشكل كامل من عدة طبقات هي قادرة على خرق ثلاثة أمطار في الخرسانة يعني هي تحدث دماراً كاملاً هذه وهي تسمى بالقنابل غبية لأنها تحدث دماراً هائلاً إذن عندما يتم الحديث عن صفقة بهذا الحجم ومن هذا النوع من القذائف إذن هناك استعدادات لدى إسرائيل لتدمير المزيد من المنازل أكان في غزة أو ربما على جبهة لبنان في حال فتحة الحرب هل هناك نوايا إسرائيلية لفتح الحرب؟ النية موجودة نتنياهو يريد أخذ المنطقة إلى المجهول إلى حرب شاملة لكن ما زال هناك رادع يعني لدى الإسرائيلي هناك أكثر من رادع الرادع الأول أن الجيش الإسرائيلي ليس في أفضل حالته بعد ستة أشهر من القتال في غزة وعلى جبهة الجنوب الجيش منهك هناك نقص فيها الذخيرة وهذا قاله غالنت ليس نحن ويقولون وقادة الجيش الإسرائيلي أنا لديهم نقص في الذخيرة هم سحبوا عدد كبير من واحدات النخبة ويعيدون تأهيلها لأنها تكبدت عدد كبير من الخسائر الجيش أثبت خلال كل هذه المدة أنه فعلاً غير جاهز لخوض حرب عصابات لا في لبنان ولا في غزة لكن سيادة العميد وأرجو إجابات مقتضبة من فضلك لأن الوقت ربما انتهى هل إسرائيل ستفتح جبهة في لبنان وهي لم تحسم حربها في غزة ولم تحقق أهدافها في غزة بعد يعني بالمقتصر هل لدى الجيش الإسرائيلي قدرة على فتح جبهتين الجيش الإسرائيلي يملك سلاحاً نوعياً متفوقاً في عدة مجالات خاصة في سلاح الطيران لكن هل يتكل في حرب برية مع لبنان أنا أستبعد ذلك لأن الجيش الإسرائيلي في حرب 2006 دامت 33 يوماً هو لم يتمكن من التقدم داخل الأراضي اللبنانية إلى بضعة كيلومترات يعني مارون الراس قرية قريبة جداً من الحدود الإسرائيلية بقي أكثر من 20 يوم الجيش الإسرائيلي حتى تمكن من السيطرة عليها والدخول إلى هذه المنطقة إذن الجيش الإسرائيلي ليس في أفضل حالته ليس لديه الإمكانيات لخوض حرب برية لكن هو يتحدث عن خلق منطقة عازلة بواسطة الطيران والمدفعية على الحدود بعمق 7 كيلومترات أو أكثر بقليل نعم هو يتحدث عن ذلك لكن حتى رغم هذا الحديث ورغم هذه التهديدات والتصاعد في التهديدات ما زال هناك حديث في جانب آخر عن إعطاء فرصة للديبلوماسية لحل الأزمة على الجبهة اللبنانية وأنا أرجح أن الجيش الإسرائيلي لن يذهب إلى حرب مفتوحة لأكثر من سبب كما ذكرت أنا رشك سيبت العميد أو كان قوة الرد على حزب الله والتي تحدثت عنها أيضاً كل التقارير العسكرية الإسرائيلية يعني أن لدى حزب الله ما يكفي من قوة الردع والحق أضرار كبيرة بإسرائيل في حال فتحة الحرب على مصر عايها شكراً سيدة العميد أكرم سريوي الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا من بيروت شكراً على هذه المعلومات القيمة ختام هذه الساعة الإخبارية شكراً جزيلاً لحضراتكم وعلى رأس الساعة تلتقونا مع نشرة الإخبارية الجديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر